اشتركوا في القناة وضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة المقبل 2019-2022 وأعلن معالي الأستاذ جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء عن انعقاد الاجتماعين التنسيقيين لمحور الأداء الحكومي يوم الاثنين القادم وللمحور التشريعي يوم الثلاثاء بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين وأشار معاليه إلى أن الاجتماعين يأتيان تمهيداً لورشة عمل المحور التشريعي والأداء الحكومي التي يترأسها معاليه رئيس اللجنة الوزرية للشؤون القانونية بتاريخ 28 من يناير وهي الورشة الثانية التي تنعقد ضمن سلسلة ورش العمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة 2019-2022 في مختلف محاوره الرئيسية وأوضح معاليه أنه سيتم خلال الاجتماعين مناقشة المرئيات التي تم الانتهاء من تسلمها حول المبادرات والإجراءات التنفيذية والمشاريع المستقبلية من قبل الوزرات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحورين ومن المزمع أن يشهد الاجتماعان مناقشات معمقة للسياسات والأهداف التي تم رفعها ليتم عرضها خلال ورشة عمل المحور التشريعي والأداء الحكومي ومن ثم ورشة العمل الختامية حول التطلعات المستقبلية في مارس 2018 برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء التي سيتم الاستناد عليها عند إعداد برنامج عمل الحكومة القادم هذا وقد انعقدت ورشة العمل الأولى التي تناولت محور البنية التحتية والمالي والاقتصادي في شهر نوفمبر الماضي برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أما ورشة العمل الثالثة فستكون برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وتتناول محور الخدمات والبيئة وستعقد في فبراير 2018